شوز محمود أخد برضو رأيك في هذا الأمر على فكرة مش متفاجئ باللي حصل ده أمر ضبيعي جدا شوز محمود أورو ما دخلنا نمتو جماعة متفاجئين ولا إيه الناس متفاجئة وفكرة فيه هزا جماعة أنا عاوزك ترجع هو ده بيجي كده فجأة ولا نتيجة عندك تاريخ محفوظ بتصرفات معطيات تؤدي لمتايك بيديك المقدمات يعني هارجع لك حاجة بسيطة بس 2017 النادي الأهلي والوداد في المغرب كذا بلانك شوف المباراة كانت عاملة إزاي يا جماعة شوف إدارة الحكم بكاري جسامكة عاملة إزاي في الحكم السيوب اللي عاوز أقول المتخصص في النهائيات يعني من 2018 هو برضو نفس الحكم اللي دار 2019 وهتشوف الكلام ده بكرة يا جماعة في المباراة هتشوف الحجم هتلعب الفاول في عشر دعاية وتلعب القاود في 12 ديئة وتلعب الكورنر في لا يعني سبق من المشهد أنا يعني عاوز أقول إنه الاتحاد الأفريقي دايما بيجي عند الغطات كده بتسقط كل الأقنعة كده تبقى العاملية قدامك واتحاليلة المباراة بفاجأك بالتصرفات إنه أنت المفروض كان يبقى عندك سيناريو بديل لأنك أنت خبرة يعني أنت أنت زعيم ونت رقم واحد وصلت من الخبرات إنه عارف إنه يحصل الكلام ده إنه هيفجأك بحاجات أنت بتوقعش خلاص رفين الاتفاع يا جماعة خلاص ما هو ما فيش وراء أثبت لي خلاص يا أساس جماعة هات لي ما يثبت هات لي ما يثبت أثبت لي بس بوراء إنه أنا كتبت لك وراء أقلت لك هديك 20 أرس تسكر هم هدف في بيان طبعا لا مش يا ريس خلاص هو كده عمل إيه يلتزم به طبعا هات البيان تاني بوقت يا سبيل مش هارس أنا عاوز أقول لك الحاجة هو عمل هتقولي البيان هشباب ونبي العمل ده هدفه هي يا صد إسلام العمل هي كابتن إسلام كابتن إسلامي العمل واضح ومتصرفات إنت دك تنجم من نجوم النادي الأهلي وشاهد على تريح إفن لم أرى يعني أنا حاول أختار كلامي لم أرى عدم تحقيق عدالة ما بين فريقين بهذا الشكل يعني أنا شفته في المباراة في 2007 هناك 2006 في تونس 2006 2007 يعني شفت ده لما رجعنا هنا شفته في مصر خلاص ولكن في النهاية آه فقط ولكن لم يحدث كل اللي احنا بتتكلم في ده تجمعت كل كل كلام كل كلام لنا بقوله لك ده كابتن إسلام أنه خلاص أنت الترتيب للتحاد الأفريقي خلاص يعني سبك حتة الحياة دي هو خلاص كده دل بلد المنظمة وفيها الكاس ويا جماعة الكاس مش هتطلع من هنا أنا بقولك بأضغط عليك بكل ما قطيت من تصرفات ومن قدرات هتقول لي محدش برد عليك محدش برد عليك تبعدت الجواب من هنا بالطلبات بتاعتك عدت أربعة ايام محدش قالك أنا عندك واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة اللي انت عايزه بعد كده رد عليك بكل متين آقرا سنديك عشرة وهنفضلك المدرج اليمين مش معظم على كلام ما سوان يا رس وهننقل لك دكة المدرجة بتاعتك بدل المدرجة هذا الواقع شمال المدرجة هنوديها لك اليمين ناحية الجمهور بتاعتك جيل نهاردة فكأك بقول لك ده البيان بتاع العشرين عشرين وعشرين عشرين خمسة هايجل هايجل لك هايجل لك بعد ما مثلا انت اتفاجئت الندلاتي من عكش غير خمس سلاف او الفين وخبصمية خلاص هايجل لك ما عاربش خلاص ما عاربش خلاص ماتش بهذا وممكن جمهورك يجي معرفش يدخل من بره خلي بالك في حسابات يعني ايه جمهوري يجي معرفش يدخل من بره هايجل ماتش تعرفش تدخل من بره المباراة اجلت لغاية ما الجمهور دخل طب ماشي غاية ما الجمهور دخل بعد كي طالع بين النهاردة قالك ايه قالك فيه جمهور فيه ناس دخلت من غير تذاكر يا جماعة واحتلت الاماكن والناس اللي جات وحصل عملية نصب ومصعة في التفاصيل والنهاردة صارت ازمة ما بين انه فرنسا بتحمل الانجليز مسؤولية اللي حصل وانه طالع فيه شركات وهمية رحكت على جمهور وجابت وبعت بواهم وطلع ما فيش حاجة تباعد يعني عاوز أقولك ايه المساعد عن ناشي الكلام ده ما انا بكلم انت عندك الاستاذ عندك الملعب بغض النظر هيبقى فيه على أقل من ستين ألف مشجع انت 45 المفروض ساعة رسمية هتشوف اكتر من كده هتشوف انت ده الكلام البداء لكن المساعدة هيبقى غير كده اللي انا عاوز اقول ايه انه كل الحدوط اللي احنا شايفينها من الاتحاد افريقي انا من وجه نظري كمتابع وراصد وعشرة عمر طويلة مع الكاف انا شافه مش فجأة بالنسبة لي انه ده بس هو بيعمل عليك ضغط وبيحطك في المخلوق المسألة دولت اصبحت فين يا اخيب الاسلام زي ما قال محمد الشناو في مبارات الرجاء يا جماعة هتو يتهددون بالجمهور ليه المباراة 11 راجل 11 راجل في الملعب هو الجمهور هنزل يسجل لك جمهور فانعاوز اقولك ايه انا بقوله المباراة الان منك الان منك فنين على الكورة الوزير عمر فاروق في كلامه رئيس النادي الاهلي وهو بيتكلم على انه في بعض المشاكل وكذا وكذا وقال المشاكل كلها وبعد كده قال في الاخر ايه قالك ولكن خلق بالكم الفرقة في حتة تانية خالص ده اهم حاجة على فكرة وده حيزود حماسة الفريق ان ازاي انت بتاخد كل العوامل السلبية وتحولها الى شيء ايجابي ده دور مين بقى ده دور الادارة اللي موجودة ودور الجهاز الفني بانك انت كمال مخوفاكش ماقولكش انك انت رايح ويحصل فيك كذا كذا لا ده انا بقول انت كفريق انت كفريق خلاص انت البطل شخصيتك تظهر في مثل هزيه المواقف انا عندي ثقة على المستوى الشخصي بامانة شديدة انه فرد قرية الاهلي بإذن الله تعالى بكر هتكون حضرة في ملعب محمد الخامس سبات فعالي مهم جدا عاوز اقولك البدايات هتكون صعبة هيبقى فيه ضغط كبير جدا عليك ازاي انت تتعامل وتخرج من البدايات الصعبة دي انك انت ما ياخدش فيك هدف لانه هم السعي الاساسي انا حاول اختفق فوق العشر دهائي اذا عديت الاول ربع ساعة بسلام اقولك الماتش هيبقى فيه كلام كبير جدا مش عاوزين نقف على اللي بيعمله الكاف يا كابت الاسلام خلاص منع جمهور لازم نقول الناس انا بننبه لكل الزرور ماشي بس انا زي من بقولك ايه لو انت رجعت لتسلسل الاحداث في كسير من الموقفة تلقى نفس الشي ممكن ما تقالش في الاعلام وممكن ما جالش فرصة تقال لك فيه حاجات تأصعب انا لقال لقناة الاهلي بتقول كل حاجة خلاص ماشي انا مش مختلف معا لجمهور النادي الاهلي ماشي